أهلاً وسهلاً بحضراتكم من جديد كل متابعينا متابعي تليفزيون يوم السابع في كل مكان حادث مأساوي شهدته من حفظة كفر الشيخ أدى لمصرع أربع أشخاص من أسرة واحدة في بينهم طفل وأصيبة شخص خامس نتيجة الحادث تفاصيل بتقول أن غرفة العمليات وإدارة الأزمات في محفظة كفر الشيخ ومرفق الإسعاف ومدورية الصحة تلقت إشارة بتوفيد بوقوع حادث تصادم سيارة ملاكي مع سيارة نص نقل على طريق كفر الشيخ بلطيم أمام نقطة إسعاف كلش هرعت سيارات الإسعاف لموقع الحادث ونقلتهم لمستشفى كفر الشيخ العام تبين مصرع ثلاث أشخاص وإصابة شخص غير معلوم وتوفي سيد بدير الغنام 45 سنة من إحدى القرى في كفر الشيخ ونجله محمد السيد بدير عنده سنتين وفاطمة محمد 60 سنة وإصابة مونة محمد 41 سنة بجروح متفرقة بالرأس والجسم وتم حجزها في المستشفى أيضا تم نقل الجثامين لمشرحة مستشفى كفر الشيخ العام تحت تصرف النيابة وألقت الأجهزة الأمنية بمحافظة كفر الشيخ القبض على سائق سيارة نقل استضمت بسيارة ملاكي على الطريق الدولي الساحلي بالقرب من كبري كلش ونتج عنه عن الحادث مصرع أربع أشخاص من أسرة واحدة فيه من بينهم طفل وأصيبة شخص خامس نتيجة الحادث زي ما قلنا لحضرت تلقت مدرية أمنة كفر الشيخ اختارا من مأمور مركز شرطة كفر الشيخ بيوفيد بوصول خمسة أشخاص من أسرة واحدة مبين مصابين ووفيات ليصبح إجمالي الوفيات أربع أشخاص وإصابة شخص غير معلوم البيانات حادث تصادم سيارة نقل مع سيارة ملاكي على الطريق الدولي الساحلي بالقرب من كبري كلش تبين من سجلات مستشفى كفر الشيخ العام مصر أربعتاشر شخص وإصابة شخص غير معلوم حيث توفي السيد بدير الغنام زي ما قلنا لحضرتكم وتابعنا معاكم أيضا نجل وتوفى عنده سنتين وأيضا فاطمة محمد ستين سنة ومونة محمد عندها واحد واربعين سنة وجرى نقل الجثامين لمشرحة مستشفى كفر الشيخ العام تحت تصرف جهات التحقيق وتم تحرير محضر بالواقعة من إداري مركز شرطة كفر الشيخ فيما جرى بضبط السائق واقتياده إلى مركز الشرطة كانت أيضا عدسة ريفيزيون يوم السابع رصد التواجد عدد كبير من الأهالي أمام مشرحة مستشفى كفر الشيخ العام في انتظار خروج الأربع جثامين من أسرة واحدة اللي مع الأسف لقوا مصرعهم النهاردة في حادث اقتصاد بين سيارتين سيارة نقل وسيارة ملاكي وكان فيها طبعا الأسرة الوحدة اللي فقدت أربع أشخاص من الأسرة يعني الحياة هي تفاصيل مفزعة وحادث مأساوي ربنا يصبر يعني كل ما انتبقى من هذه الأسرة إن شاء الله ويربط على قلوبها بشكر حضراتكم شكرا جزيلا على متابعتنا في هذه التعاطية وإلى اللقاء